سؤال يطرح كثيرا بخصوص تلاوة القرآن وهو يتعلق بطهارة من يتلو القرآن الكريم هل يجوز للجنوب والحائض مس القرآن الكريم وتلاوة القرآن أم لابد من الطهارة سواء الطهارة الكبرى بالغسل والطهارة الصورة بالوضوء هل يشترط ذلك أم لا هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد تلاوة القرآن هو أمر مرغوب فيه ومطلوب من المسلم أن يقوم به ولكن تلاوة القرآن ومس المصحف تتعلق به أحكام يحتاج الإنسان التالي للقرآن إلى أحكام وهي قضية هل التلاوة والقراءة للقرآن ومس المصحف طبعا هذه قضية والقراءة والمس شيء والقراءة شيء لكن أحيانا يرتبب ببعضهما البعض لكن الأصل نحن سنناقش أولا قضية مس المصحف للحائض والجنوب لأنها أكبر مسألة قضية الاتلاوة ليس شرطا أن تمس ممكن تقرأ مما تحفظ فهل التلاوة نفسها وإن كان الرأي في القضيتين قريب من بعضه البعض الإنسان حين يقرأ القرآن يتعلق به أحكام منها مسألة طهارة من يقرأ واختلف في ذلك العلماء الجمهور أوجبوا الوضوء لمن يريد أن يمس القرآن الكريم وطلبوا في ذلك الأوجة الوجوب أن المس يحتاج إلى طهارة ومن من قال لا يباح المس ولو على غيري طهارة كقول داود وأهل الظاهر يعني أصحاب المذهب الظاهري القضية طبعا اختلفت بحكم اختلاف الأدلة فيها الجمهور استدل بقضية آية من القرآن الكريم وهو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وقالوا هنا اشتراط الطهارة في المس ولكن الآية طبعا لا تتعلق بتلاوة القرآن ولا المصحف إنما تتعلق بنسخة المصحف التي في اللوح المحفوظ لأن القرآن قال إنه كتاب مكنون وهذا يتعلق بنسخة اللوح المحفوظ اثنين أن الآية تتكلم عن الملائكة لهم حملت هذا الكتاب المكنون وهؤلاء الملائكة هم أصلا بصفاتهم مطهرون دائما لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأحكام الملائكة لا تتعلق بأحكام البشر يعني أحكام الملائكة ومنهم أحكام وحدهم تختلف تماما عن أحكامنا فهم ليس لا يتزوجون ولا يتناسلون لا تكاثرون ولا يعصون ولا ينجسون أصلا بطبيعتهم أطهار هذه أوصافهم الدائمة وهم ليسوا أهل المعاصي إنما هم من أهل الطاعة الدائمة ولذلك كلمة مطهرون هنا المقصود بها الملائكة والضمير العائد في لا يمسه مقصود به نسخة القرآن التي في اللوح المحفوظ إذن الآية لا تتعلق بالموضوع الذي هو موضوع النقاش فإذن ما فيش دلالة في الآية على منع مس المصحف للجنوب أو الحارط أيضا استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة حينما وجوا إلى اليمن وقالوا هذا دلالة على هذا المنع وأيضا استدلوا به الذين يمنعون المس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحل القرآن لحائض ولا جنوب ولو يمس يعني وقالوا إن فيه هذا الحديث فيه ضعف أيضا يعني من الأدلة التي استدل بها الرأي الآخر وهو رأي الظاهرية هو أنهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى غير المسلمين كتابا وفيه آيات من القرآن وقالوا هذا دليل على أن غير المسلم يمس وغير المسلم ليس بطاهر ولكن أيضا الحديث لا يسلم لا يقوى للإحتجاج لإني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب استدل بآية يقال الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهذا لا يطلق عليها مصحف ولا يطلق عليها القرآن الكريم إنما يطلق عليه آية من القرآن الكريم فإذا لا يصحر سلال انتهى الرأي الرجح في هذه المسألة إلى أن يعني الحديث الذي ورد في المنع أو الآية لا تسلم وإن الأبقى الأصل على البراء الأصلي وهو الأصل جواز مس المصحف وحمله للتلاوة منه لي الجنوب والحائط طبعا قالوا الجنوب يملك أن يزيل جنابته إن يملك يزيل الجنوب لكن الحائط لا مجبرة على ذلك ولذلك هو أكثر تيسيرا وترخيصا للمرأة الحائط الجنوب هو جائز طبعا في المجمل في الرأي هذا الرأي لكن الأولى أنه يملك إنه مجرد دش يزيل الجناب التي عليه تلاوة القرآن للجنوب والحائط أيضا فيها نفس الخلاف وأيضا معتمدة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحل هذا القرآن لجنوب والحائط أيضا حديث آخر أني كان صلى الله سلم لا يمنع عن ذكر القرآن أو ذكر الله إلا الجنابة فقالوا هذه أدلة على المنع ولكن أيضا نوقشت هذه الأدلة بأنها ليست أدلة قوية في المنع يعني حديث يعني يعني إنه لا يمنع إلا الجنابة قالوا قد لا يكون المنع هنا من باب الكراهة التنزيهي وليس من باب المانع حديث لا أحب القرآن لحديث ضعيف استدل المجيزون بأدلة على جواز التلاوة قالوا لأن المسلم لا ينجس الحديث الذي إن المؤمن لا ينجس كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومشى في الطريق فواجد سلنا عبد الله أبو هريرة رأاهم بعيد فذهب أو سلنا عبد الله لمسعود فإلى أين ذا قال أختسل قال إن المسلم لا ينجس أو إن المؤمن لا ينجس ثم قالوا إن القرآن في جوفه يعني إنسان أصلا قارئ القرآن في جوفه فهو أصلا هو موجود بداخله فكيف سيكون بهذا الشكل إذن ليس فيه ما يمنع شرعا من تلاوته أيضا من الأدلة التي استدل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه وقال القرآن هو من أعلى درجات الذكر التي يذكر بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى فهذا رأيي طبعا مال إلى ترجيح من المعاصرين الشيخ القردوي في كتاب فقه الطهارة والشيخ الألباني في كتاب تمام منه في التعليق على فقه السنة وهو رأيي طبعا الظاهرية والحقيقة أن رأيهم أقوى دليلا وأحكم من حيث الاستدلال لا ننفي الإحكام على المذاهب الأربعة والجمهور الذي يعني منع ولكن نرى أن أدلة المذهب الظهري كانت أقوى في هذه المسألة وهو جواز مس المصحف وتلاوة القرآن للجنبي والحائض وأن الأدلة التي سيقت لا ترقى إلى المنع أو الحظر الكامل في هذه المسألة وإن كان الأولى أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء وعلى تجمل وعلى الأولى لكن هذا لا يمنع من جواز التلاوة أو المس المصحف نصر الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا وإياكم أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته